أقامت محافظة القاهرة مؤتمر إعلان المشروعات الفائزة بإقليم القاهرة الكبرى القاهرة والجيزة والقليوبية في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وتم تنظيم المصابقة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ كوب 27 المقام في شرم الشيخ نوفمبر المقبل نلتقي اليوم لنجني تمار العمل ونحصد بشائر الأمل في إطار الجهود الحالية لرئاسة واستضافة مصر مؤتمر المناخ كوب 27 وتحقيق التنمية المستدامة بتنفيذ رؤية مصر 2030 أقيمت فعليات المؤتمر الإقليمي للإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بإقليم القاهرة الكبرى بإجمالية 18 مشروعاً حيث تهدف المبادرة إلى الريادة في التعامل مع البعض البيئي وأثار التغيرات المناخية إنعاقد اليوم المؤتمر الإقليمي للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظات القاهرة الكبرى لإعلان المشروعات الفائزة على مستوى الثلاث محافظات القاهرة الجيزة الأليوبية أهم حاجة في المبادرة دي زي ما بقول يعني ما علينا من المشروعات اللي هي الفائزة أو المشروعات اللي هي مغربنا موافقهاش وحلفها الحظ لكن نشرة الوعي فعلاً الثقافي البيئي لدى المواطنين في جمهورية مصر العربية بمدى أهمية هذه المبادرة الرسالة النهاردة كانت رسالة هامة أنه هو طبعاً في 162 مشروع سيتم عرضهم كمان في مؤتمر 3 نوفمبر مؤتمر وطني تحت رعاية سيد رئيس مجلس الوزراء وزي ما شوفنا نهاردة في جميع الفئات المرأة ومشروعات هادفة ومشروعات بناءة 18 مشروعاً تم اختيارهم وتكريمهم من محافظات القاهرة والجيزة والقاليوبية بواقع 6 مشروعات عن كل محافظة ما بين مشروعات كبيرة ومتوسطة وصغيرة إضافة إلى الشركات الناشئة ومشروعات المرأة والمبادرات الغير هادفة للربح وذلك في مجالات تدوير المخلفات والطاقة فضلاً عن مواجهة التلوث والتكيف مع المتغيرات والانبعاثات المشروع بيكلم عن تحسين مقاومة أسماك البولت النيلي لمقاومة التغيرات المناخية باستخدام مكونات طبيعية وبعض أنواع الأبحاث على الجينات لإنتاج سلالات مقاومة للتغيرات المناخية فكرة المشروع هدفها أن السيارات اللي هي بدأت تتقادم شوية في العمر يبقى فيه فرصة لتحويلها لسيارات كهربية ده يقل الإنبعاثات الملوثة للبيئة في محافظة القاهرة وطبعاً ممكن أن نقدر نطور ده على مستوى جمهورية مصر العربية كلها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعد مبادرة رائدة غير مسبوقة على المستوى العالمي وتسعى لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال الحفاظ على البيئة انطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ عشرين خمسين سالي سالم ترجمة نانسي قنقر